اهلا بيكو في فيديو تديد معاكم اسلام مون الفيديو ده هقدل لكو افضل خمس العاب من الكمبيوتر 2021 او اللعبة معانا وهي لعبة ستالكار 2 اللعبة دي ممكن تقول عليها ستالكار 2 او لعبة المطاردة اللعبة دي الاصدار الرابع من اللعبة اللعبة دي نزلت في عام 2012 وعملت ضجة كبيرة وينزل منها اصدار في 2021 وفيه ناس بتقول انها هيعمل ضجة احسن من بابش اللعبة دي مش هتكلمها الجرافيك بتاعها لان الجرافيك بتاعها جامد اوي وتستمتع بالاصوات اللي جوه والواقعية بتاعت اللعبة اللعبة دي من افضل العاب 2021 لانها من تصميم شركة GSC Game World الشركة المعروفة طبعا في صناعة الالعاب اللعبة دي تقدر تصنفها من ضمن العابة لوك النار والاكشن المغامل لانها بتضم الثلاث حاجات دولت في وقت واحد ما تقلقش مش محتاجة جهاز قوي او جهاز عالي عشان تشغل اللعبة تاني لعبة معانا The Witcher 3 اللعبة دي معروفة وكل الجيمر عرفينها واللعبة دي يد منظور الشخص الثالث اللعبة دي بتطورها شركة CD Project Red اللعبة دي بتتكلم عن صياد الوحوش جيرلت تبدأ تعمل مقمات وتستمتع بالجرافيك بتعلامة وعلى فكرة اللعبة دي فازت بأكتر من 200 جايزة اللعبة دي في أول شهر بس باعت أكتر من 6 مليون نسخة فمش محتاجة تقلم عنها كتير تعالوا بقى للثالث لعبة هيري بوتر هي جورتس ليجيسي كلنا عارفين مسلسل هيري بوتر الشهير واللعبة دي من ضمن الألعاب العالم المفتوح بتشتغل على بلاستيشن 4 و5 وإكس بوكس والوينس أحداث اللعبة دي بتدور في عالم سحري مليان بالسحر وبتدور حوالين مدرسة أوجرو ويست بتكلم عن الجرافيك الروعة والحاجات السحرية اللي احنا بنشوفها في فيلم شهيري بوتر خلصة من عالم المظمات المزدد تكلم عن بعض الشرة التي تحدث في عالي فرش بحيام immature هي مليان بالضربة فرش رابع لاعبة مع انا وهي لعبة هلو انفينيتي اللعبة ديت من منظور الشخص الأول وهي لعبة تكملة أجزاء قبل كده اللعبة دي تدور أحداثها في عالم متقدم طبعا الفائرات متقدمة جدا ودي العربيات متقدمة والأسلحة غريبة ومتقدمة جدا طبعا عندك سكيلز ومهارات المهارات ديت مختلفة عن أي لعبة تانية بتبدأ تعمل مهمة وبيقابلك محوش آلية وحاجات آلية بتبدأ تهاجمك وانت بتبدأ تقتلها طبعا مش هتكلم عن البيلدرافيك طبعا الجرافيك فيها خرافي حديث كده والألوان النقية والأصوات ومؤسرات صوتية حلوة جدا أثناء ما انت بتلعب خليك تنتمج في اللعبة تعالوا بقى نتكلم عن خامس لعبة دايستوب دايستوب لعبة فرنسية هل نسكسر قوي 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 استميها وهي من ضمن الألعاب الأكشن والمغامرة اللعبة دي بدور أحداثها لأنك شخصية عندها مهارات ومعاها أسلحة وتبدأ تعمل مهماتك المهمات والأسلحة بتختلف حسب نوع المهمة بتاعتك وبتسخدم مهاراتك وأسلحتك عشان تنجز المهمة دي تداخل اللعبة بقى في الأسلحة مختلفة ومتنوعة اشتركوا في القناة تقول لي في كومين تحت ايه أفضل لعبة عجبتك بالوقت حب أختمي فيديو وتقول لي لا 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 اشتركوا في القناة